بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس من الشفتر السادس بعنوان placement of dimensions هنعرض مكان dimension lines وهنا هنبدأ بالextension lines and leader lines should not cross dimension lines يعني ايه؟ لو أخذنا هذا المثال وضع الأبعاد هنا خطأ ليه؟ لأنه هنا لإكستنشن line هذا الإكستنشن line قطع ايه؟ قطع ليه؟ وده خطأ قلنا الإكستنشن line should not cross dimension line هنا كمان في خطأ ليه؟ لأنه leader line قطع ايه؟ قطع الdimension line هذا leader line بتاعنا قطع ايه؟ الdimension line يعني وضع الأبعاد الصح هو ده وكده وضع الأبعاد حيكون حسب القاعدة بتاعنا الإكستنشن and leader lines of internal future can cross visible lines without leaving a gap at the intersection point يعني ايه؟ يعني هنا الإكستنشن line ممكن يقطع ايه؟ الvisible line يعني هنا في خطأ ما نترك gap هنا لما نمر بالvisible line هنا كمان في خطأ ليه؟ لأنه قطعنا leader line يعني الوضع الصح بتاع الخطوط بتاعنا هو ده يعني هنا leader line متواصل وهنا الإكستنشن line متواصل do not use object line where center line and dimension line as extension line يعني ايه؟ يعني هنا في خطأ ليه؟ لأنه هنا استعملنا solid object line أو solid line as extension line وده خطأ هنا كمان في خطأ ليه؟ لأنه استعملنا center line كايه؟ كextension line وقلنا هنا do not use center line as extension line هنا كمان في خطأ ليه؟ لأنه استعملنا dimension line as extension line يعني وضع الأبعاد الصح هو ده avoid dimensioning hidden lines يعني تجنب استعمال hidden lines في وضع الأبعاد يعني هنا في خطأ ليه؟ لأنه استعملنا hidden line هذا وضع الأبعاد الصح هنا استعملنا ايه؟ استعملنا solid line عشان نرى ايه البعد بتاعنا place dimensions outside the view unless placing them inside improve the clarity يعني هنا في خطأ ليه؟ لأنه وضعنا الأبعاد داخل الرسمة بتاعنا الأفضل نضع الأبعاد برة الرسمة وده هيساعد في أنه نوجد رسمة واضحة وأكثر وضوح apply the dimension to the view that clearly shows the shape of features of an object يعني ايه؟ يعني هنا لو وضعنا البعد هنا ده يعتبر خطأ لأنه ما يعطينا الملامح صح أو واضحة الأفضل نضع البعد بتاعنا هنا وكده البعد عنده معنى في الرسمة كمان لو أخذنا البعد الثاني ده الأفضل نضعه هنا وبيعطينا صورة أوضح على الأبعاد بتاعنا المثال الثالث البعد ده الأفضل نضعه فيه نضعه هنا أحسن عشان يكون مكان مثلا الـ centerline ده محدد بالنسبة للمجسم بتاعنا dimension lines should be lined up and grouped together as much as possible يعني ايه؟ يعني نحاول نجمع خطوط الأبعاد مع بعض ونحاول تكون في نفس المستوى يعني هنا في خطأ هذا الـ dimension line ده وده وده ممكن نضعهم ايه؟ في نفس المستوى وهنا كمان ممكن نجمع الـ dimension line دي مع بعض ونضعها في الشكل ده do not repeat a dimension يعني ايه؟ هنا لو جمعنا البعد ده مع ده مع ده مع ده هنتحصل على البعد ده يعني هنا عملنا ايه؟ قعدنا البعد مرتين وهذا وضع الأبعاد الصح بتاعنا موسيقى